والآن مشاهدين إلى الزمير رائد الشريف والذي يصحبنا في جولة داخل مركز التراث الفلسطيني بمدينة بيت الأحم فإلى هناك صباح الخير رائد صباح الخير راية صباح الخير روان ولكل المشاهدين سأل صباحكم قدنا في جولة في المركز مميزة وانقلنا إلى التفاصيل نرع حولك العديد من الأعمال الجميلة والملفتة من التراث الفلسطيني ونلاحظ التطريز وتفاصيل مميزة ومختلفة فاخدنا إلى هناك نعم الجمال كله في مدينة بيت الأحم وحيث نقف في مركز التراث الفلسطيني وهذه المطرزات والثوب الفلسطيني حيث كل مدينة فلسطينية لها ثوب مخصص الخليل القدس رام الله ونابلس وكل المدن هناك العديد من الأزياء الفلسطينية المميزة التي حافظ عليها الفلسطينيون منذ زمن بعيد الآن سنستعرض بعض الصور وسنتحدث مع السيدة مهة السقة وهي مديرة المركز الفلسطيني للتراث للتعرف أكثر على الأزياء الفلسطينية وعلى الثوب الفلسطيني ضمن احتفالات أعياد الميلاد خاصة وأن المركز نظم عرضا خلال عيد الميلاد أبرز فيها التراث الفلسطيني ككل عام رح نحكي الآن مع السيدة مهة السقة لحتى نتعرف أكثر على التفاصيل سيد مهة صباح الخير صباح الفل وصباح الغد المشرق دائما إن شاء الله يسعد صباحك أنا حكيت بأن الجمال كله في بيت لحم من خلال المطرزات والثوب الفلسطيني نعم ثوبنا الفلسطيني هو هوية ووثيقة لوجودنا بكل قرية ومدينة فلسطينية كنا نقدر نعرف الفلسطينية من أني قرية ومن أني مدينة من خلال زيها الشعبي لأن الفلسطينية نقلت الطبيعة ومعتقداتها على توبة فأصبح توبها هوية نحن في عدة مناسبات عمنا نرتدي الثوب الفلسطيني حتى نبرز جانب مهم جدا من حضارتنا الفلسطينية الممتدة إلى آلاف السنين فهذا التوب اللي إحنا منقدر نميز الفلسطينية من أني قرية ومن أني مدينة منقدر نحكي مثلا عن توب يافا لماذا نقول هذا توب يافا؟ كانت تشتهر يافا ببيارات البرتقال وشجر الصرو وهكذا أحاطت الفلسطينية ثوبها بشجر الصرو وطرزت داخله ظهر البرتقال كمان مثلا إذا بنحكي عن توب بير السبع بير السبع كان توب يكون لونه أحمر إذا كانت عروس ولكن إذا أصبحت أرملة صار توب هيكون لونه أزرق ولكن إذا أرادت الزواج مرة أخرى كانت تترزل ببعض اللعب وبعض التطريز الملونة فكمان كان يحكي حياة اجتماعية وحياة جمالية وحياة يعني إنسانية فتوبنا هوية مئة بالمئة ولكن التوب اللي بيّن على كل الإعلام كان توبة لحم وثوب القدس إحنا أصرينا نطلع توب القدس أيضا مع توبة لحم حتى نفرجي أن بيت لحم هي توأم القدس وخاصة بعدما انتصرنا 128 دولي أعلنت أن القدس عاصمة فلسطين فمن هذا المنطلق كانت البنات يزهون بأثواب القدس وبيت لحم بطريقة جمالية جدا وزيّننا شجرة عيد الميلاد أيضا وكنا باستقبال غبطة البطريارك ثمان بهذا الثوب الفلسطيني المطرز الجميل اللي بيحكي عن قصة شعب فلسطيني عمره آلاف السنين بما إن الوطن هو تراكم تراث وتراكم حضارة والشعب الذي راكم حضارة عمرها آلاف السنين يحق له وبجدارة أن يقول هذا وطني طيب راح نحكي طبعا عن المشاركة الخارجية في الزي الفلسطيني في أكثر من دولة عربية وأجنبية من خلال إبراز الثوب الفلسطيني الجميل الرائع اللي بيتميز بكل العالم برأيك إيش ممكن هذا يفيدنا وإيش ممكن يقدم لنا كفلسطينيين؟ الحقيقة مشاركتي بحوالي أربعين معرض دولي بالعالم ومنها مثلا في جينيف في سويسرا يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني كان معرضنا رائع جدا كان كل العالم هي بتقعد باليونسكو في جينيف فكان انبهار بجمال وطراء تراثنا الفلسطيني أما إذا بدك تسألني عن معرضنا في جامعة متحف شيكاغو كان هذا المتحف عرضنا في أزياءنا الفلسطيني لكل المناطق لمدة ستة أشهر وصدر عنه كتاب مهم جدا عن جامعة شيكاغو اسمه التطريز هوية قرن على الأثواب الفلسطينية فهذا أرسلنا رسالة للعالم حتة توب نهوية كيف أنا عندي توب الجليل كيف عندي توب غزة كيف عندي توب صفض عكة بيت لحم كل قرية ومدينة تتميز بثوب مميز وإحنا منقدر أنا أصدرت خارطة أزياء فلسطيني هذه الخارطة مهمة جدا جدا هلأ منقدر نمشي خلينا نستثمر الوقت أكثر نتجول في المركز ونشوف إحنا والمشاهدين طبعا الخريطة اللي بتحكي عنها وبالإضافة أيضا لكل أنواع التراث الفلسطيني والتفضلي شكرا هون إحنا عرضنا الأدوات البيتية والزراعية اللي كنا نستعملها بفلسطين من الجروش المهباش اللوح الدراس الهودج النول اليدوي كل هذه الأدوات كانت قبل التمانية وأربعين وهذا بيأكد على هويتنا مية بالمية هي كل قطعة تحكي قصة قرية وقصة مدينة يعني إحنا ما بنقدر نشوف مثلا هالقطعة هذه هي للمفتول بس كانت صناعة يدوية رائعة جدا جدا وهون كل قطعة يعني راح تحكي لنا قصة المهباش الفلسطيني بكل أغاني وهذه القطعة جميعها هون جميلة جدا هلأ بنا نيجي على الزي اللي أنا باعتبره هو مهم جدا جدا هذا الخارطة أزياء فلسطين اللي أنا باعتز بإصدارها اللي هي بيّنت معالمنا التاريخية والدينية والأثرية على خلفية الزي الشعبي باعتبار كل زي هوية مثلا حطينا قصر الشام مع توبريحة صباستيا مع تواب نابلس المطار والميناء مع تواب غزة القدس القيامة والأقصى مع تواب القدس فهون يعني هاي لما حكينا كمان عن توب بير السبع الأحمر للعروس والأزرق للأرملة كل توب هون بيحكي قصة قرية ومدينة فلسطينية وهذه فلسطين التاريخية قبلها وبعدها سنة 1948 طيب لو سألتك عن الأعراس أنا بعرف كثير أنه في صبايا بياخدوا توابع أساس الأعراس لليوم إحنا متمسكين بتراثنا وبتوبنا الحقيقة إحنا رجعنا لتراثنا بقوة لأنه نقول إحنا موجودين بتراثنا العريق يعني كل الوطن هو تراكم تراث وتراكم حضارة فرجعنا لتوبنا الفلسطيني وحدثنا ولكن مع الحفاظ على أصالة الزخرف وأصالة اللون باعتبار كل توب هوية فلقيت الفلسطينيات بيجوا على المركز التراث في بيت لحم ويلبسوا التوب حتى يسووا تواصل بين الماضي والحاضر طيب نحاول نروح على الخيمة هناك على أساس أنه كمان المشاهدين يشوفوا الأجواء الرائعة والجميلة التراثية اللي احنا منحافظ عليها بشكل مستمر إيش بتعني هاي الخيمة إلنا كفلسطينيين الحقيقة الخيمة إلها أول شي هي تمثل البادية الفلسطينية نحن بادية وقرية ومدينة ومثلت كمان في بعض المواقع في المركز التراث القرية والمدينة ولكن الخيمة تعني الشهامة تعني الفروسية تعني الشعر تعني الوحدة الفلسطينية يعني هون إحنا والكرم الفلسطيني لما إحنا بنحط المهباش وبريء القهوة لكل زائر بدخل علينا وأنتم تعرفوا أن القهوة مثلا أول فنجان هو أهلة وسهلة بعدين ضيف وكيف يعني إذا الواحد بشرب أكثر من ثلاث فنجين بيصير ملتزم بهذه القبيلة يدافع عنها في أفراحها أو في أطرحها فهون كان يقعد القائد في وسط الخيمة والشاعر والفارس وكان يقعد على طرف الخيمة الأطفال حتى مشان يعلموهم الشجاعة والحياة الاجتماعية وكان المستمع الجيد هو مهم جدا في هذه الخيمة البدوية الفلسطينية طيب ننتقل لموضوع آخر أنا شفت بالصور بأنه يعني بالـ 2014 بالزيارة التاريخية للبابا كان فيه هناك يعني لفحة مطرزة خاصة فيكم نعم الحقيقة أنا كنت سعيدة جدا أنه يطلب مني أن أطرز لفحة بابا الفاتيكان وزينتها بالنجمة الكنعانية الثمانية والهلال والصليب وأهمها مفتاح العودة مفتاح العودة بكل رموزه بقبة الصخرة بالعلم بالخارطة شجرة الزيتون بحنضلة وأنا سعيدة جدا من وزارة الاتصالات أنها استعملت هذا المفتاح كطابع بريد تخيل أنه هاي هون طابع بريد فلسطين أصبح مفتاح العودة إذن أصبح مفتاح العودة سفير إلنا في كل العالم يقول أن حق العودة حق مقدس ولا نحيد عنه أبدا بالقدس عاصمتنا طبعا بدي أشكرك جزيل الشكر ستمها وطبعا تحياتنا إليك وعلى هاي الإنجازات إن شاء الله على طول منظلم حفظين على تراثنا وينما كنا وأنا جدا سعيد بموضوع المدن الفلسطينية المختلفة في الداخل في غزة في القدس في الضفة بأنه لكل مدينة هوية لكل مدينة في تراث يسعد صباحكم وشكرا إليك يسعد صباحكم وشكرا إلكم صباح الخير للقدس والفلسطين ولكل شعبنا في الوطن وفي الشداد نعم إذن رايا روان كانت هاي جولة مختلفة من خلال يعني متابعة التراث الفلسطيني الثوب الفلسطيني المقتنيات أيضا الفلسطينية اللي بتدلل على تراثنا وعلى هويتنا وإن شاء الله يعني منكون معكم مرة تانية في جولة أخرى ومكان آخر لحتى نتعرف على هويتنا الفلسطينية وعلى تراثنا إن شاء الله طبعا أكيد يا رايد إحنا نتمنى هذا الشيء يعني من أجمل الصباحات إنه إحنا نلاقي التراث الفلسطيني معنا في حلقة يعني أسبوعية شكرا كتير رايد كان معنا من بيت لحم شكرا كل شكر لك يا رايد